وبكده نكون عملنا خمس افكار الخمس افكار مختلفة وكمان ليهم فايدة حلوة جدا في البيت غيرنا بيهم دي قراط البيت وغيرنا من شكلهم نهي وطبعا استفدنا بيهم تبعوا الفيديو معايا للنهي عشان نشوف الافكار دي عملناها ازاي بس لو لسه اول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي وتفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنقدمها وكمان تعملي لايك للفيديو وتشاركيه مع صحابي عشان يشوفوا الافكار دي ويقدر يستفادوا من ازايز البرفان او ازايز بتاعة العطر والاسبري السلام عليكم اهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة هنعمل احادي التدوير لازايز البرفان هنعمل منها افكار حلوة جدا وكمان مفيدة في البيت نستخدم خمس بسيطة وان شاء الله هتشوفوا النتيجة حلوة جدا اول حاجة هستخدم كده ازايز البرفان فضية هبتدي افصل الجزء اللي من فوق الجزء ده سخنت السكينة على البتجاز الجزء اللي من فوق في السكينة وبدأت افك الحديدة دي لانها بتبقى منزوة هستخدم بعد كده الجليسرين وده بيبقى موجود في السيداليات متوفر يعني في جميع السيداليات هبتدي اخد كده بسرنجة هاخد شوية من الجليسرين وهبتدي افضيهم في ازازة البرفان طبعا بعد ما لشفها كويس جدا استخدمت كده شوية من الجليسرين كمان هستخدم معيهم شوية من المية المية العادية خالص وورده باستخدم السرنجة عشان افضي المية جوه الازازة طبعا بتساهل معي كتير تمام ببتدي كده ارجي الازازة وقلبهم مع بعض هستخدم بعد كده الجليتر وعشان افضي الجليتر جوه الازازة هبتدي اعمل زي افضي كده وعمل له فتحة من تحت عشان اقدر ان انا افضي الجليتر ما يبهدلش معي لدنيا تمام بحطي كده شوية لحد ما بوصل للكمية اللي انا عايزها برجهم شوية مع بعض بالشكل ده لحد ما بعرف انا عايزة تاني من الجليتر ولا لا كده كفاية من الجليتر في الازازة بنتدي بقى بعد كده ازود مية تاني وبرده بزود جليسرين هنعرف مع بعض دلوقتي ميزة الجليسرين او فايدته ايه طبعا احنا ممكن نستغنى عنه مفيش مشكلة ممكن تستخدمي المية بس انا دلوقتي هستخدم ازازة كمان من ازازة البرفان تكون شكلها مختلف شوية وبعد كده هبتدي برضو امناها بنفس الطيقة مية وجليسرين وكمان من الجليتر بالشكل ده ملت الازازة التانية وطبعا عندي الازازة دي انا مملتهاش لحد فوق خالص يعني سبت حوالي كده عشرة في المية منها مفوقوش مية هستخدم بعد كده غطة من غطيون ازازة قطرة تمام وهقفل بيها الازازة التانية اللي احنا عملناها هقفلها كويس جدا تمام بالشكل ده بحيث ان انا لما اجي قلبها ما يتدلقش الجليتر وطبعا الجليسرين والمية هستخدم الازازة التانية وهبتدي احط كده عليها من فوق شمع وبسبت الازازة الفوقية بستنى لحظات لحد ما تشمعين شفت معايا تمام وبستخدم قطع صغيرة من الفوم استخدمت هنا الفوم الجليتر اللي هو الأحمر عشان يكون لايق مع الجليتر اللي حطناه مع الازازة وطبعا هنا مش هيبقى باين لانه نفس اللون تقريبا فمش هتلاحظي خالص ان احنا عطين فوم بسبتوا كده على الجزء اللي انا حطيت فيه الغطا وبستخدم استرس الدهري وببتدي ازاين كده فيه تحت الفوم حوالين الازازة كم صفة كده بس بسيط وبرده من عند الجزء اللي من فوق هبتدي احط جزء من الاسترس ده وحوالين الغطا طبعا دارينا الجزء اللي كان باين من الغطا تمام بالشكل ده كده طبعا لو ملاحظين ان الجليطر نفسه بيتحرق وكل طبعا ما حرقنا فيها كل ما هتلاقي الجليطر بيلف بالشكل ده جوه الازازة طبعا هي لها استخدام واستخدام مهم جدا غير ان هي طبعا ديكور وكفية ان هي شكلها كده ومثبتينها كويس جدا وفي كده نكون قدرنا نعمل شمعدان بشكل بسيط طبعا انا استخدمت الازازتين مع بعض عشان يدو كده عليه وحلو وطبعا حطيت من فوق الشمعة اللي هي بتبقى بعد الفكرة التانية برضو بشيل الجزء اللي في الازازة من فوق وهستخدم هنا فرو دي بواقي فرو عندي هبتدي استخدمها التزيين طبعا يرجعلك انتي الفكرة كلها في الاستفادة من الحاجة اللي بنعملها التزيين برضو مطلوب انا هنا هستخدم الفرو ده وهبتدي اثبته كده على الازازة من تحت اخد جزء صغير منه تمام وابتدي اثبته كويس جدا وهسبت برضو قطعة من الفرو ده على الازازة من فوق وكمان خدت جزء صغير منه وعند الجزء بتاع الازازة اللي من فوق ده وبردو بابتدي اثبت جزء منه هستخدم كمان الفصوص دي ودي بابتدي شكلها حلو عايزين نكسر بيها اللون هبتدي كده اغرب معاكم اشوف هتحط اه في انه مكان انا هبتدي احطها على الفرق حاسيت ان هي هكون مزبوطة وشكلها احلى هبتدي اثبت كده اكتر من واحدة دلوقتي هنعمل مع بعض فواحة بشكل بسيط طبعا زيت جونسون موجود عندنا كلنا هبتدي استخدم معلقتين من زيت الجونسون العادي وهستخدم كمان الكحول هياخد منه معلقة بس تمام بالشكل ده وهستخدم اي زيت اعتري ده ببقى موجود عند العطار باقداري تختاري ريحة اللي تناسبك تمام هبتدي بقلب المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل ده وهستخدم دلوقتي سرينجة وهبتدي اخد المكونات دي وهفضيها في الازازة وبكده نكون قدرنا نعمل عطر دايم بشكل بسيط وكمان استفدنا من ازازة البرفان الفضيه دي المكونات اللي احنا استخدمناها اللي حابب برضو يشوفها تاني هستخدم بعد كده اعواد الشيش هياخد عودين او تلاتة وهبتدي اقصر الجزء الرفيع اللي في الاعواد من تحت تمام باقصرها كده بادي عشان عايزة يكون فيها الفتحات اللي في الخشب دي باقصر زيادة وبابتدي بعد كده احطها في العدل وبكده نكون اعملنا فواحة بشكل بسيط وطبعا التكلفة مفيش تكلفة تقريبا لان استخدمنا مكونات كلها موجودة عندك في البيت فكريتها بسيطة وسهلة جدا وطبعا المكونات موجودة عندنا واستغلينا ازازة البرفان الفضيه الفكرة التالتة هستخدم ازازة اسبري فضيه هفصل كده الجزء اللي من فوق بحدد بقلم يكون واضح وبعد كده هفصل الجزء ده ياما هفصله بالقطر او بسكينة تكون حمي فصلت كده الجزء اللي من فوق هستخدم دلوقتي الاسبري باش وهرش بيه الازازة اللون بتاع الازازة نقوي شوية يعني محتاج ان احنا نرشه مرة كمان هستخدم دلوقتي معاكو القواقع او الصدف نوع كده من انواع التزيين وطبعا انتي لون متاح بالنسبالك هتبقى فكرته وشكله حلو جدا هستخدم القواقع ديت وهبتدي اثبتها كده على الجزء اللي من تحت في الازازة تمام برضو هستخدم مستدس الشم وهبتدي اثبت الحاجات دي هستخدم بالشكل ده جنب بعض وبين كل واحدة والتانية هستخدم شكل تاني تحت منه تمام هبتدي كده اكمل الجزء ده بنفس الطريقة وهسيب الجزء اللي من تحت فاضي وحطيت كمان جزء كده من الصدف ده في الجزء اللي من فوقه في الازازة يعني ستة اجزاء واجزاء حطيت فيها من الصدف ده هبتدي دلوقتي ارشه بلاس بري مرة كمان بعد ما نشفت هستخدم بقى في الجزء اللي هو الفاضي شريط كده من شريط التزيين انا هجرب الاول لسترس لقيت شكله مش لايق استخدم شريط التزيين دوت وشكله هيبقى احلى كمان هسبته كده عند الاجزاء الفاضيه الجزء اللي من فوق في الازازة والجزء اللي هو في النص والجزء كمان اللي من تحت ممكن تستخدمي اي حاجة متاحة بالنسبالك وطبعا الفكرة كلها ان احنا بنستغل الحاجات اللي موجودة عندنا ونعمل لها اعادة تدوير عشان نرجع نستفاد بها تاني وده كده شكلها طبعا هنستخدمها دلوقتي كبازة ممكن نستخدمها كمان كمألمة المهم ان احنا هنستغلها ونستفاد منها بدمة نرمية انا حطيت فيها اكتر من وردة بالشكل ده وطبعا الشكل بتاع الصدف مع الاسترس اللي احنا حطناه حطناه في الاجزاء الفاضية ادى معينا شكله حلو جدا طريقتها سهلة وبسيطة جدا وكمان التزيين بسيط لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي انزلي حطي لايك عشان الافكار اللي جاي كمان احلى هبتدي بعد كده استخدم ازازة من ازاز الورثان وبعد كده هشيل الجزء اللي من فوق هستخدم كده من الفصوص دي وهبتدي اعمل شكل وردة على الازازة وردو التزيين دي رجعلك انتي الفكرة كلها ان احنا هنستغل لها وهنستفاد منها بدل ما تترمي كده كملك الشكل بتاع الوردة تمام بس كده هستخدم كمان عندي هنا خرز والخرز دوت شكله كريستيل كده هبتدي اسبت اتنين فبعد تمام بالشكل ده لو انتي حابة تزويدي مفيش مشكلة الفكرة بقى اللي احنا عاملين عشانها الازازة ان احنا هنستخدم البوايق بتاعة الصبون بيبقى عندنا كده بوايق من الصبون وطبعا مش بنستخدمها هبتدي افشورها وهستخدم هنا ورقة وهعملها على شكل قرطوس بفتح الجزء اللي هو من تحت ده وبسبت الجزء ده كده على الازازة من فوق تمام ببتدي اخد الصبون اللي احنا بشرناه وبفضيه في الازازة بفضي كده بشر الصبون الالوان اللي احنا عملناها هستخدم كده لون لون فوق بعد هدي معانا شكل حلو جدا كده استخدمت اللون الاخضر في الاول وبعد كده هبتدي احط اللون الابيض وكمان اللون الموف كده عملت الازازة طبعا الوانها حلوة جدا وفي نفس الوقت ريحتها جميلة جدا فكرتها سهلة وبسيطة واستغلينا طبعا الحاجات دي كلها بتتريمي تمام نقدر ان احنا نستخدمها كده نخلي الازازة مفتوحة وطبعا شكل الالوان وهي فيها حلو جدا ممكن نقفلها بالشكل ده بالكريستال اللي احنا عملناها ممكن نسيبها مفتوحة هي كديكور وطبعا كا استفادة حلوة جدا لو انت عايزة تشيلي لغطة كمان وتستخدمي فيها الاعواد بتاعت الوخور بالشكل ده هتبقى حلوة برضو وهتدي ريحة زيادة معيكي مع الصابون هتبقى ريحتها جميلة جدا وكمان هستخدم الغطة بتاع ازاست البرفان وهنغير من شكله هستخدم هنا الفصوص او الخرز المدور تمام وهبتدي اسبته على الجزء اللي هو عند الغطة ده الجزء الاسويت ده هبتدي كده احط الخرز بالشكل ده هتبت طبعا بمسدس الشم تمام حملة كل الجزء ده كده بالخرز والخرز ده بيكون موجود في محلات الخيوط والكلف وبيبقى سعر بخيص مش غيره لو متاح عندك مفيش مشكلة لو انت عايزة تستخدمي الغطة وشكله حلو تستخدمي من غير اي تزيين مفيش مشكلة برضو هيبقى حلو هستخدم برضو الفصوص اللي هي الخرز الصغيرة وبيبتدي اسبتها كده منع الحر انا عايزة الجزء بتاع الفتحة بتاع الغطة ده سليمه زي ما هو اخدمت الورد الفوم الجاهز وبدأت احطه في الجزء بتاع فتحة الغطة تمام بالشكل ده نكون عملنا روزة بفكرة بسيطة وبتكلفة طبعا بسيطة جدا الحاجات دي كلها تقدر انت تزيني بيها البيت عنك فكرة بسيطة وطبعا غير مكلفة وبكده نكون قدرنا نستغل الحاجات اللي احنا بنعميها وعملنا منها افكار مفيدة في البيت اول فكرة عملنا منها الفوزة والتاني عملنا منها الفواحة من بوي الصبون والتالتة الشمعدين وكمان من غطر برفان عملنا فوزة بشكل بسيط وربع عملنا بيها فواحة لدائمة العدل ده كان فيديو النهاردة